طيب هنا يقول الادكتيف والادفرب هنا راح يطينا ملاحظات اضافية في يونت 101 عن الظروف وعن الصفات هنا راح يزودنا معلومات اخرى عن الظروف وعن الصفات احنا مواخذنا هسا عن الظروف وصفات هنا شوية راح يزود لمعلومات ثانية اخرى فاش قال لي هنا قال لي عمي شونك زين قلت له والله انا زين الحمدلله قال لي انت تدري اكو ظروف شاذة هاي شنو اي نعم قال لي ترى اكو ظروف شاذة هل تعلم شقدت شان عمرك لما عرفت بانه اكو ظروف شاذة هاي شنو اي نعم اكو ظروف شاذة الود السير والغ اذا الول شنية الول شنية مننو قل الول شنية شو نعتبرها ظرف ظرف هذي ليش لانه شاذة طيب بعدين اس قال لي هاي دليون نعتبرهم ظروف هذي لو كلهم نعتبرهم ظروف ما ذلك كلهم نعتبرهم ظروف هذا يعلمني بعدين يس قال لي شن رايك الفاست والهارد والليت هم نعتبرهم ظروف لك هاي شنوا هي محقولة اي نعم هذولا كلهم نعتبرهم ظروف وممكن يصيرون صفات عادي مين هي صحة اذن اذن كتبوني ملاحظة كتبوني ملاحظة هناك ثلاثة ثلاثة كلمات ممكن ان تكون صفة وظروف ثلاثة كلمات ممكن ان تكون صفة يعني باختمالين صح اللي هم الفاست والهارد والليت ركزلي على هاي الملاحظة الله يرضى عليك الفاست والهارد والليت هذولا دائما يصيرون صفة وظروف يعني عادي بكيفهم دائما 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 يوسط دائما دائما ضروف الموسط موسط هذه الكلمات ممكن تصير صفة و ممكن تصير ظروف عندنا كلمة ليتلي و هذه الكلمة تعتبر ظروف كتبوها ملاحظة لأن كلهم ظروف يعني هاردلي أيضا ظروف طيب هنا ملاحظة مهمة يجيب لك قارن ما بين الهارد و الهاردلي كتبو لي معنى هارد هو هو جيدا هارد معنى جيدا او بشكل قوي جيد او بشكل قوي معنى هارد هو جيد او بشكل قوي معنى هارد هو جيد او بشكل قوي معنى هارد طيب ولكن هارد لي معناها نادرا ولكن هارد لي معناها نادرا ولكن هارد لي معناها نادرا طيب يقول يحاول بجد ان يحصل على وظيفه شوف قائل هذا تحفظ غياء طبعا هذا حفظ هذا الجواب نصا راح تجيب لك مقارنة للاستاذ تنطياد قل لهك الله يعلم لا احضر فعلا لن أجد انه من قرره شوف قليلا ما يحاول قليل ما يحاول يعني ما يحاول واشهدان هارده هنا معناها نادرا قليل اما هارد معناها بجد فالفرق ما بين هارد معناها بجد والهاردо معناها نادرا ان الحاول قليل جدا ماذا حاولي؟ اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة